نحن طلعنا موضوع الحلقة و ضيعنا فمن القصص اللي حصلت لي طبعاً أنا مرأي سخن شفت الصفة الثانية و توسط مهتف تطوير الذات فكان عندي دائماً هدف إني أملك مشاريع إني أصير ممثل كبير إني دائماً أكون أي شخص يكون تايا في الحياة فأكون إني أجله على الطريق الصحيح من تطوير الذات من أي شيء إنه كثير زملاء لي فأيام الثانية كان أسمع يقول أنا ما أقدر هذا الشي مستحيل أنا بعد الثانية ما رح أكمل فكان دائماً هذا الشخص أنا أمشي وراء إليه ما أشوف إيش اللي يبقى إيش اللي رح يوصله و رغم يكون عنده بعض أحيان صوت جميل يكون العائلة مرتاحة يكون عنده سيارة أقول له أنا فيه بكثير برامج تقدر تشتغل فيها تقدر تدخل الحمد لله أنا الثانية متوسط وأنا أقول لك ممكن أصرف على نفسي كنت موظف من الثانية متوسط في أولى ثانية امتلكت براند ورد وكان الكل ما عارضني إنه صغير ولسه وبالعكس كل ما يجي زبوت يقول لي عمرك 26 24 بس وجاك صغير ما أعترف بالعمر إنه فيه ناس ممكن تأخذ عمرك تستنقصك أي فالورد راح عليها فما وقفت دلست أكتب أكتب كل ما الضايق أكتب 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 2017 كتبت أني راح أفتح بإذن الله 20-20 بحي الخبار أفتحنا على الخبار هذا تحديد الهدف يوم قلناك بشوي ماشاء الله خبار أي جاء 20-20 فتحت الخبار جميل وتميزت في منطقة جازان كلها يعني كان يجو لي كل الناس وانه اختلفت في الفكرة اشتراك شهري توصيل وانت مرتاح يجي حصل مشكلة وتقفلها من حل ما وقفت قلت شهرين بالضبط كتبت 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 قلت بصير شيف شوكالاتها قلت لشي مستحيل تمام أنا عندي قاعدة في كل مكان أكتبها لا شي مستحيل إنما أنت تصنع المستحيل طلعت جدة ودأت أتعلم كان في شي في الشركة معروفة كنت كل يوم أروح عنده وشايف كبير في السن واجلس عنده هو ضايق مني يبغي يروح وأنا ما أخلي يروح أعزم أعشا أعزم أفطور أعزم أغدا كل وقت عندي يومين فوجو الهيما طلعت فايدة كبيرة نزلت فتحت البراند الحمد لله لك رب حقق صدق جدا كبير والناس تجيلي من كل مكان العملاء من الشقيق من عمق من جدة من الرياض ولا زال بحلقين الحمد لله لأنا أمتلك هذا البراند وشغال في مقاولات وشغال في شركة تسويق شركة تسويق كد فيها كاشير كد فيها كاشير صبحت إلى معقب إلى الإدارة ومن الإدارة إلى قسمة تسويق أبو من؟ أبو أحمد أبد الرحمن أحمد غالب صراحة يعني أنا طلعت بوجوه جميلة اليوم معي لكن قصة أخونا الغالي قصة جميلة صراحة فعلا تدل على كثير من النقاط ذكرناها اليوم ترى ذكرها اتصرنا في قصة ونجاح نعم تحديد الهدف والوسائل للتحقيق والحماس والمطال